خلينا نروح لأخبار نادي الزمالك وقلت لكم خلال الساعات القليلة القادمة هي اللي هتحسم صفقة أحمد رفعت وانتقاله إلى نادي الزمالك ايه بقى اللي موقف الصفقة؟ اللي موقف الصفقة إن إنبي طالب 6 مليون جنيه وفي محاولات وضغوط على المسؤولين في إنبي إن يقللوا المبلغ أو يخفضوا المبلغ إلى 4 مليون جنيه لكن المسؤولين بعضا من المسؤولين في نادي الزمالك بيحاولوا أن هم يقنعوا المسؤولين في نادي إنبي بالموافقة على انتقال اللاعب مقابل 3 مليون جنيه اللاعب عنده 3 عروض منها ماديرا البرتغالي وسبورت انجليش بونا وبينفيكا وفي نفس الوقت تلقى تاني تلقى اتصال من مسؤول في النادي الأهلي وطلب منه الصفر إلى البرتغال لمدة 6 شهور ثم العودة مرة تانية إلى النادي الأهلي وأحمد رفعت أبدأ رغبته لكن في نفس الوقت طلب من المسؤولين في النادي الأهلي الانتظار ليه أحمد رفعت منتظر؟ أحمد رفعت منتظر احتراما لمفاوضات نادي الزمالك معاه خلال الساعات الماضية الرغبة داخل المسؤولين في النادي الأهلي في التعاقد مع أحمد رفعت باعتبار بعد رحيل محمود تريزيجي للاحتراف في بلديكا إلى جانب احتراف رمضان صبحي في الدولة الإنجليزية إن مؤمن زكريا يمكن ما بيلعبش في نفس المركز فبيضطر إن هو يلعب أو يؤدي في المركز زود بجانب إن الولد أو أحمد رفعت عنده 23 سنة ويمتلك طبعا إمكانيات فنية كبيرة جدا خلينا نشوف هالنادي زمالك هينهي التعاقد خلال الساعات المقبلة أم إن اللاعب سينتقل إلى الاحتراف في الدوري البرتغالي ولدي عروض في الدوري القبروسي ثم يعود مرة تانية إلى النادي الأهلي ليه اللفة ديك؟ لأن اللاعب حصل على قرار من الاتحاد الدولي بفسخ تعاقده مع نادي أمبي البترودي ولكن لابد علشان يلعب علشان يتم هذا القرار إنه يخوض تجربة الاحتراف الخارجي ثم يعود بعدها إلى مصر لكن في حالة التفاوض مع نادي أمبي ممكن يدفعوا الفلوس سواء بقى نادي الأهلي نادي زمالك أيام من كان ده بالنسبة لأحمد رفعت شي كبالا اعتذر لإسماعيل يوسف عن وقعة الاحتفال مع الألتراس الزمالك استقر على برج العرب لمباراة دور قبل النهاية في دوري أبطال أفريقيا الزمالك بيطلب من كارتيرون رد نهائي على تولي تدريب الفريق وإن كان رئيس نادي الزمالك أعلن مبارح إن هناك إمكانية لاستمرار مؤمن سليمان في تدريب وقيادة الفريق المنتخب طبعا الوطني هيبدأ معسكره بدون لعبي الأهلي كوبر بيرفض ترك لعبي الزمالك بعد وديت غانا طبعا انضم إسلام جمال زي ما قلنا في بداية الحلقة والمنتخب كمان هتجمع في نهاية سبتمبر منتخب 2000 زي ما احنا اتكلمنا مع كابتن عمر أنور إنه خلاص ودع تصفيات أمم إفريقيا للنشئين بعد هزمتهم إن فريق أسيوبيا النهاردة عماد سليمان اختار أو قد تدريب فريق الإسماعيلي لأول مرة عماد سليمان بيرفض كمان وجود مدير كورة وقال في أول تصرحاته إنه هو بيحتاج للعبين أجانب وكمان خالد الأماشي المدير الفني السابق للإسماعيلي تلقى تدريب من لتولي تدريب عرض من منتخب شباب الكويت ولا يزال طبعا انتخابات اتحاد الكورة محاولات طبعا مكسفة من كل الأعضاء سواء اللي ضمن قيمة هنا بريدة أو اللي خارج قيمة هنا بريدة لإقناع الأندية بترشحة في الانتخابات المقرر لها يوم 30 أغسطس المقبل بدأ كل واحد دلوقتي بيفكر مع نفسه أو بياخد جوالاته مع نفسه في كل المرشحين بلا استثناء يعني آه كل واحد ملتزم اللي في القيمة في القيمة ولكن بتلاقي إن أحمد مجاهد مثلا كان موجود النهاردة في نادي رشيد بتلاقي إن مجد عبدالغني المستقل كان موجود في كفر الشيخ بكرة يكون موجود في ضبياط بتلاقي مجد المتناوي برضو المستقل أو اللي بياخد على الانتخابات أو بياخد انتخابات تحد الكرة على منصب العضوية مستقلا وعصام عبدالفتاح يمكن السنائي دول بيتحركوا مع بعض بتلاقي الدكتور كرام كردي بيجتمع بأندية برضو زي أندية الإسكندرية بتلاقي حسن فريب بيرسل ملابس لأندية الدأهلية خلال الفترة الأخيرة بدأ كل واحد بيركز وإن كان برضو هناك تحركات جماعية من قبل قيمة هاني أبو ريدا هيجتمع بكرة مع أندية الجيزة هيحاولوا كمان أنهم يجتمعوا بعد إنهاء الاجتماعات مع الأندية بتحديد هل سيستضيفوا أعضاء الجامعية العمومية في أحد الفنادق ليلة الانتخابات فيه ناس مختلفة داخل القيمة فيه ناس بتقول علشان ما يتقلش أنه إحنا جايبين الأندية على حسابنا ويتقل أنه إحنا بنوجه الجامعية العمومية وفيه ناس تانية بتقول لا ما هم كده كده ده وضع طبيعي والناس كانوا بيستقبلونا وإحنا هناك وبعض مننا كان بيبات هناك عند أو على نفقة أو بيستضيفون رؤساء الاندية خلال الجوالات المختلفة القضايا المرفوعة ما حدش يقدر يكلم فيها اللي يعود يكلم فيه قضايا خاصة بيه أو ستناقش فيه المحكمة أو ستصدر حكمها فيه المحكمة الإدارية أو محكمة مجلس الدولة أعتقد أن ما فيش حد بيضغط على القضاء المصري لكن في نفس الوقت برضو أنا مقتنع أن محدش ولا واحد قدم أي برنامج انتخابي للناس لكن اللي بنشوفه هي تحركات وعلاقات فردية المسألة أيما بالعلاقات فقط وليس بأفكار ومنظومة روح لي ترجمة نانسي قنقر